وصل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وصل لمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لحضور منافسات نهائية بطولة القتال النهائي والتي تقام يوم 11 من ديسمبر الجاري والتي تنظمها المنظمة العالمية لرياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين وحرص سموه لدعم المقاتل المحترف فرانك إدغار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ولدى وصول سموه لمطار لاس فيغاس كان في استقبال سمو عدد من أعضاء سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقد أدل سموه بتصريح قال فيه نعود مجددا لمدينة لاس فيغاس الأمريكية وبمشاركة جديدة للمرة الثانية هذا العام بالمقاتل المحترف فرانك إدغار بفريقنا لفنون القتال المختلطة للمحترفين فهذه المشاركة تأتي استكمالا للهدف الذي وضعناه والذي يرتكز على تأكيد الحضور والتواجد بمختلف المحافل والمشاركات العالمية برياضة فنون القتال المختلطة والذي يسهم بدعم مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وللترويج للتطور الذي تشهده المملكة بقطاع الشباب والرياضة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى وأضاف سموه أنه لا شك أن نهائيات بطولة القتال النهائي هي أحد أبرز البطولات العالمية التي تنظمها منظمة القتال النهائي في ختام موسم هذه الرياضة وتشهد متابعة واسعة من قبل كبرى شركات الإعلام العالمية وهذا ما يدفعنا على تأكيد مشاركة البحرين ممثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة في هذه البطولة التي نحقق من خلالها العديد من الأهداف التي تخدم رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية والتي أصبحت تسير بخطة ثابتة نحو النجاح العالمي بعد حضورها القوي وتحقيقها للإنجازات على صعيد فريق الهوات والمحترفين وهذا يعكس ما تحقق في وقت قياسي بفضل الخطة التي وضعناها والتي سنسعى لاستمرارها لمزيد من النجاحات والإنجازات التي تضاف لإنجازات الرياضة البحرينية بمختلف المشاركات والبطولات الدولية ونتطلع من خلال هذه المشاركة للظهور بمستوى مشرف والذي يسهم بشكل كبير في دعم الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها والتي تخدم مملكة البحرين وحضورها الدولي في الرياضة العالمية وقد وجه سموه الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة منظمة القتال النهائي والرئيس التنفيذي للمنظمة على جهودهم الكبيرة في رياضة فنون القتال المختلطة في أكبر محفل لرياضة فنون القتال المختلطة تشارك البحرين بعد الاستعدادات المثالية لتعلن عن مكانتها القوية في هذه الرياضة العالمية والتي ستسجل باسم الرياضة البحرينية فقد أنهى مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين فرانك إدقار استعداداته النهائية وذلك بتشجيع ودعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بوضع اللمسات الأخيرة وذلك استعدادا لخوض النزال الرئيسي الذي يجمعه بالمقاتل الأمريكي تشاد ماندس في نهائيات بطولة القتال النهائي والتي ستستضيف منافساتها مدينة لاس فيغس بولاية نفادا بالولايات المتحدة الأمريكية أود أن أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه لا محدود لي كمقاتل وللفريق بشكل عام بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة وأطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا النزال والتأهل إلى الدور القادم لذلك أنهيت استعدادات الذهنية والبدنية إنني متأكد أن النزال سيكون قويا لأن فرانكي من أفضل المقاتلين في العالم كما أن فرانكي جاهز للنزال من جميع النواحي وأشكر سمو الشيخ خالد بن حمد ونحن فخرين بكوننا أحد أفراد هذا الفريق الأكثر من رائع وتسعى مملكة البحرين أن تضع بصمة في عالم هذه الرياضة والظهور بمستوى مشرف لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات البحرين وبالفعل استطاعت مملكة البحرين أن تؤكد مكانتها على خارطة الرياضة العالمية وذلك من خلال حضورها وتواجدها بمختلف المحافل والمشاركات العالمية برياضة فنون القتال المختلطة